نشفة الاخبار السورية من القناة الاعلامية الثانية لبنت سوريا شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على ان ما يجي في اقليم كردستان العراق وشمال سوريا هو نتيجة اخطاء السياسة التركية التي دعمت الجماعات الارهابية في سوريا وفي حديث الى الميادين قال المعلم ان سوريا تعترف بعراق موحد ولا تعترف بدولة تقطع منه اولا يجب ان اؤكد ان ما يجري اليوم سواء في اقليم كردستان او في شمال سوريا هو نتيجة اخطاء السياسة التركية التي سعت بكل ما تستطيع بدعم تنظيمات ارهابية لاضعاف الحكومة المركزية وعندما لم تحقق اهدافها برزت الموضوع الكردي بشكل واضح صحيح ان اولويتنا في سوريا وفي العراق هو القضاء على داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى لكن لن نقبل بهجود دولة تقطع من العراق المعلم اكد ان اقامة منطقة خفض تصعيد في ادلب وفق استانة 6 مؤشر واختبار لتركيا بشأن تغيير سياساتها تجاه سوريا اولا في استانة 6 اقيمت منطقة ادلب مخففة التوتر بضمانة تركية كما ضمانة ايرانية وروسية وبالتالي هذا مؤشر واختبار اذا نجحت هذه المنطقة بوقف اطلاق النار وتخفيف معاناة السوريين هناك وتمهيدا لعودة ادلب الى حطن الوطن السوري هذا اختبار لتركيا افدت مراسلة الميادين بانه سيجي تطبيق اتفاق في حي القدم جنوب دمشق خلال ساعات وبحسب الاتفاق من المقرر خروج دفعات من مسلحي حي القدم مع عائلاتهم باتجاه ادلب شمال البلاد اما من يرغبون بالبقاء في الحي فستجي بحسب الاتفاق تسوية اوضاعهم كذلك يشمل الاتفاق خروج عدد من اهالي كفريا والفوع المحاصرتين في ريف ادلب مقابل المسلحين الخارجين من حي القدم وللمزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق في حي القدم ينضم الينا من العاصمة السورية دمشق مراسل الميادين محمد الخضر مساء الخير محمد هل هناك من تفاصيل اوضح ايضا الوقت الذي سيتم فيه تنفيذ هذا الاتفاق والمسار الذي ستسكه الحافلات ان خرجت من حي القدم بريف دمشق باتجاه ادلب مساء الخير وفا في الواقع كان مقررا حسب هذا الاتفاق ان يبدأ التنفيذ اليوم يعني في ساعات الصباح وحتى ساعات الظهر من هذا الحي هذا الحي يتبع اداريا لدمشق جنوب العاصمة تماما وهو يتبع اداريا لهذه المحافظة لكن في الواقع هناك معلومات متقاطعة معلومات ميدانية هي حتى لا لست معلومات رسمية اي من الجهات الحكومية السورية هي معلومات اساسا من الاهالي والمسلحين يعني على صفحاتهم تشير ربما الى تاخير جديد سوف يطرع على هذا الخروج الاتفاق بشكله العام هو يعني مقر وموجود وسوف ينفذ لكن هذا التاخير والكلام لأولئك الناشطين هو بسبب يعني سببين بشكل اساسي الاول هو الخشية من داعش الذي يوجد على بعد امتار قليلة ميات لمتار تقريبا من حي القدم خشية مع خروج هؤلاء المسلحين ان يقوم بمهاجمة هذا الحي هذا جانب الجانب الاخر في الواقع يتصل بالذهاب لان الوجه هي سوف تكون بشكل رئيسي ادلب وهناك وجهة اخرى هي باتجاه جرابلوس شمال حلب وجهة ادلب هي الان محفوفة او تحتاج الى ترتبات على اعتبار ان هناك عمليات عسكرية وغارات تستهدف الوجود المسلح تستهدف هي التحرير الشام بشكل اساسي في ريف ادلب وداخل مدينة ادلب ما يقتضي ايضا عملية ترتبات اخرى وربما يعني ساعات قادمة او ربما ايام قليلة قادمة حتى يبدأ سريان تطبيق هذا هل يمكن يعني الحديث عن اتفاق مبدئي الى حين تنفيذه محمد وايضا يعني ما هي الفصائل التي طالبت بالخروج الى ادلب والاخرى الى جرابلوس بنفس الفصيل نتحدث عن النصر ام هنالك فصائل اخرى في الواقع وفاء يعني اولا من حيث المبدأ لم يبقى يعني حيث منطقيا لم يبقى لهؤلاء المسلحين اي امل ويوفق في العمل العسكري هم محاصرون منذ اكثر من عامين في هذا الجيب الصغير زاد من الطيم بلاء وجود داعش من جهة الحجر الاسود ايضا وهذا خشي لدى المسلحين المجموعات بشكل اساسي في الواقع هي مجموعات الاتحاد الاسلامي لاجناد الشام هي التي تطالب بهذا التوجه وهي الجزء المكون اساسي للمسلحين من هذا الفصيل عدد المدنيين بشكل كامل يعني اقصى احصائية او اقصى حد يعني للتقديرات تشيري لوجود ثلاثة الاف مدني مع المسلحين يعني ذوي هؤلاء الاتفاق هو قام بطبيعة الحال وهو مطلب من المسلحين اكثر من هو ضغط من الجيش السوري لا يوجد اي افق لهؤلاء المسلحين سوى مغادرة هذه المنطقة او اجراء مصالحات وهم حتى هذه اللحظة يرفضون اجراء المسالحات داخل تلك المناطق شكرا جزيلا لك زميل محمد الخضر كنت معنا من العاصمة السورية دمشق ومن جنوب دمشق لمدينة دير الزور حيث يتوقع ان تصل اليوم قافلة المساعدات الايرانية الثانية الى اهل المدينة الى ذلك انهى الجيش السوري وحلفائه في محور المقامة حضور داعش في الريف الشمالي الغربي لدير الزور وصولا الى ريف الرقى الجنوبي كاميرا الميادين دخلت قرى ريف الرقى الجنوبي عبر الطريق الواصل بينه وبين دير الزور بعدما جرى تأمينه التفاصيل مع مجد ليلى الطريق الى قرية البحمد اولى قرى ريف الرقى الجنوبي يتطلب العبور من بلدات عديدة شكلت مراكز ثقل لداعش في ريف دير الزور الشمالي الجيش السوري نجح في تأمين هذا الطريق الذي لم يبقى لداعش وجود على طرفيه كاميرا الميادين وصلت الى قرية البحمد التي ارتكب داعش مجزرة كبيرة بحق سكانها الذين رفضوا وجوده وممتلكات القرية ماذا الممتلكات ناهبين قرية البحمد بالكامل خصوصا قرية البحمد كون احنا نتبع لعشيرة البحمد ماخذين ممتلكات الاهالي بالكامل واخذين الاهالي ولقين بعض الشباب جثتهم على نهر الفراد قاتلينهم كابينهم على النهر يعني عاملين مجزرة في قرية البحمد عبر الطريق الواصل من دير الزور الى ريف الرقة قرى على جانبيه تروي شوارعها حكاية المعارك التي خيضت هنا عياش ومعدان اكبر التجمعات السكانية طال منازلهما دمار كبير جراء المعارك التي فتحت شريانا جديدا للجيش السوري والدولة السورية في شرق البلاد شريان ربط دير الزور مع حلب عبر طريق مهم في البادية السورية وعلى محاذاة الفراد مهاتق الخلات من داعش ريف دير الزور القربي ريف محافظة الرقة من وإلى ريف حلب وحلب كميلة لم يبغى لداعش اي وجود بهذه المناطق من حلب لدير الزور تجاه الرقة وخاصة بعد الهجمة والاخيرة التي تعرضت لها هذه المنطقة غرية البوحمد والقرى المحادية لها ودخول الجيش العربي السوري مع القوات الحليفة والرديفة وقضت على الفلول الدواعش كاملة بهذه المنطقة هو الوجود الاول للجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة في هذه المناطق منذ سنوات وجود ثبتته سرعة حسم الجبهات مع الانهيار المتسارع لبنية داعش ومجموعاته من ريف دير الزور الشمالي الى ريف الرقة الغربي فحلب لم يبقى لداعش وجود في هذه الجغرافيا التي تعتبر واحدة من اهم المواقع شرق البلاد وجود سيمكن الدولة السورية والجيش السوري من اعادة ربط هذه المناطق بالبلاد واعادة الحياة اليها بعد خروجها تحت سيطرة تنظيم داعش لاكثر من اربع سنوات مجد ليلى من قرية البوحمد في ريف الرقة الجنوبي لقناة الميادين ويبقى معنا الزميل مجد ليلى من دير الزور اهلا بك مجد يعني بعد اقل من الناحية الانسانية بداية بعد اقل من ستة ايام تدخل القافلة الثانية للمساعدات الايرانية الى دير الزور يعني ما هي ابرز المساعدات التي تقدم هي مساعدات طبية خصوصا يعني ايضا معيشية بالنسبة لأهالي دير الزور الذين حصلوا لمدة ثلاث سنوات او اربع سنوات نعم هي القافلة الثانية بالفعل في حوالي اسبوع من وصول القافلة الاولى التي حملت الفطن من المساعدات الغذائية والطبية هذه القافلة الثانية هي تتمة للقافلة الاولى ايضا يعني تحمل مئات الاطنان من الاغذية والمساعدات الطبية والدوائية والمعيشية لأهالي مدينة دير الزور طبعا نحن ننتظر وصول هذه القافلة خلال ساعات المقبلة هي الان على الطريق وتوجهت الى الطريق البري باتجاه مدينة دير الزور لتوزع على السكان بشكل فوري وخلال يوم واحد يعني مثلما تم تنظيم توزيع القافلة الاولى قبل اسبوع منها الان طبعا كل الترتيبات انجزت لاستقبال هذه القافلة ايضا تم التنسيق مع الجهات الحكومية هنا في مدينة دير الزور الهيئات الغاثية منظمة الهلال الاحمر العربي السوري هي التي ستتكفل بتوزيع هذه القافلة عبر منافذ تم تحديدها ومنافذ تم اختيارها لتوزيعها على السكان وفق بيانات جمعت من داخل المدينة وعن العوائل الموجودة داخل المدينة والتي عانت من حصار داعش لسنوات طبعا خلال الساعات المقبلة ستصل هذه القافلة ايضا يعني هي مقدمة من الحكومة حكومة جمهورية الاسلامية الايرانية عبر منظمة جهاد البناء التي يتعنى يعني بالامور الاغاثية وتقنيم المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة جراء الحرب في البلاد ايضا يعني بحسب هذه المنظمة ومنظمة جهاد البناء البناء سيتبعها اضافة الى كونها القافلة الثانية اضافة يعني سيتبعها قوافل اخرى ومساعدات اخرى مقدمة من الشعب الايراني الى المدنيين هنا في مدينة دير الزور ويتم يعني ايضا التركيز على المدينة دير الزور بشكل اساسي كونها يعني عانت سنوات من حصار خانق يعني فرضه تنظيم داعش على هذه الاحياء التي تقطنها يعني مئات العائلات من اهال مدينة دير الزور يعني كل هذه المساعدات تتصب بمناحية انسانية لمساعدة هؤلاء السكان المحاصرين طلت هذه الفترة ان كانت مساعدات طبية اغذية شكرك جزيلا شكرا زميل مجد ليلى كنت معنا من دير الزور ونبقى في الشق الانساني حيث تنفس مئات المدنيين من سكان ريف دير الزور تحديدا الغربي الصعداء بعد ما وفر الجيش السوري مراكز اقامة لهم في المناطق التي جرى تحريرها من داعش على امل العودة الى منازلهم بعد تأهيلها بعد اشتداد وطيرة المعارك في الريف الغربي لجأ المدنيون الى الجيش السوري في مدينة دير الزور وعمادت السلطات الى تأمين مراكز اقامة لهم وتقديم كافة المساعدات الغذائية والطبية والعلاجية المدنيون يقولون انهم تخلصوا من حكم تنظيم اسودة حكم مناطقهم ثلاثة سنوات متتالية معبرين عن فرحتهم بوصول الجيش وتقليص مناطقهم من الارهاب الله يستقبلنا جيش العرب السوري احسن استقبال ونتمنى ان يكملوا المشوار على بقيس المناطق المحتلة داعش لان داعش يحاول انه يذل الشعب هي فرحة عبر عنها الاطفال من خلال تأكيد شوقهم للعودة الى مدارسهم بعد حرمان دام سنوات عديدة نتيجة اخلاق التنظيم مدارسهم بهدف منع التعليم والتعلم في تلك المناطق وفي محاولة لفرد مناهج خاصة به في المنطقة داعش ذكروا المدارس وبطلوا كل شيء عملوا مدارسهم يعلمون شلال يتذبح مسؤول محافظات دير الزور وجهوا نداء الى المدنيين الموجودين في المدينة والريف للتوجه نحو مناطق سيطرة الحكومة السورية مع ابداء الاستعداد لتأمين مراكز ايواء مناسبة واستنفار الهلال الاحمر السوري والجمعيات الخيرية لتقديم كافة المساعدات اللازمة لهم العمليات العسكرية المتواصلة اجبرت الالاف من المدنيين على الفرار باتجاه الطريق البري الوحيد في ظل تدمير الجسور الواصلة الى مناطق سيطرة الجيش السوري في الريف الشرقي فلجأوا الى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في مخيمات لجوء اعدت في الحسكة ودير الزور نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لقصف روسيا استهدف مواقع لمجموعات مسلحة في مدينة ادلب السورية المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف نفى الانباء التي تحدثت عن توجيه ضربات جوية روسية نحو مناطق سكنية في ادلب واوضح ان القوات الروسية قصفت عشرة اهداف للارهابيين في محافظة ادلب واضف ان الضربات الروسية جارت بعض طلعات استطلاعية وجمع معلومات من مصادر اخرى مؤكدا ان المواقع التي دمرت استخدمت خلال الهجوم الذي استهدف الشرطة العسكرية الروسية قبل اياه الى ذلك كشف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم ان روسيا تبحث مع تركيا وايران في اقامة منطقة خفض توتر في عفرين وكانت وحدات حماية الشعب الكردي قد اعلنت في اذار مارس الماضي عن اتفاق مع القيادة الروسية يقضي بانشاء قاعدة روسية في عفرين وانتشرت الشرطة العسكرية الروسية في المدينة مطلع الشهر الحالي اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم رقم 282 للعام 2017 القاضي بتعديد المادتين 117 و 171 من قانون تنظيم الجامعات بما يمنع جواز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات السورية الخاصة الى الجامعات السورية مع السماح بنقل الطلاب من جامعات حكومية غير سورية الى الجامعات السورية اذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل اليها في العام الدراسي الذي حصل فيه على شهادته الثانوية والسماح بنقل الطلاب السوريين من هذه الجامعات الى الجامعات السورية في حال وجدت مبررات لنقلهم من بعض البلدان كما نص المرسوم على أنه لا يجوز التحويل أو النقل في درجتين الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية كما أصدر سيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 29 لعام 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق برفع الحد الأدنى لرأس مال مؤسسات الصرافة والترخيص لها تم توقيع قانون المرتبط برفع رسامي شركات الصرافة إلى مليارين ليرا وهذا الأمر حيوي جداً بالنسبة لنا لأنه خلال سنوات الحرب صار في تباين كتير كبير مما بين ملائة شركات الصرافة وملائة مؤسسات المالية عموماً والحوالات أو المبالغ المالية والعمليات العمتم من قبلها بناء عليه بدأنا بشركات الصرافة والقانون حالياً أوصلها إلى 2 مليار ليرا لشركات الصرافة لحد الأدنى لرساميلها بالنسبة للمصارف ومؤسسات التنويد الصغير خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله رح يصير فيه أيضاً رفع لرساميلها وهي أيضاً على علم بهذا الموضوع وإن شاء الله بتوصل لمراتب تتناغم مع تطلعات التنمية القادمة بسوريا حققت وحدات من الجيش العربي السوري تقدماً جديداً في ملاحقة من تبقى من إرهابي تنظيم داعش في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش تابعت عملياتها المتواصلة لاجتثاث تنظيم داعش الإرهابي من ريف حمص الشرقي وأحكمت خلالها السيطرة على قرى ومناطق أم الصوص والخلافيش ورسم الأرنب والغزالة والرك وأم حويش وصفية شمال شرقي منطقة جب الجراحة وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفلت عن مقتل وإصابة العديد من أفراد التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولي وتدمير أسلحتهم وعتادهم خاضت حدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع إرهابي داعش في منطقة حواجة صغر جنوب شرق مدينة دير الزور أسفلت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير عربة مفخخة قبل وصولها إلى أحدى النقاط العسكرية عمليات الجيش تزامنت مع صليات صاروخية وغارات مركزة لسلاح الجو على تحصينات ومحاور تحرك الإرهابيين في الحطلة والحسينية وحواجة صغر وأحياء الحويقة وجنمات وخسارات والرشدية والعرضي والعرف أدت إلى القضاء على عددا منهم وتدمير تحصيناتهم أكثر من 1500 مواطن يدخلون عبر المعابر الإنسانية التي وضعتها وحدات الجيش خلال تحريرها لليف دير الزور الغربي وتأمينهم في مراكز إيواء ريثما يتم تأمين قراءهم وإزالة الألغام ومخلفات تنظيم داعش والمحافظة تقوم بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر بتوزيع مواد غذائية وطبية من المعابر الإنسانية التي وضعتها وحدات الجيش خلال تحريرها لليف دير الزور الغربي دخل أكثر من 1500 مواطن تم تأمينهم في مركز إيواء مؤقت ريثما تقوم وحدات الهندسة بإزالة الألغام والمخلفات التي وضعها إرهابي داعش قبل فرارهم من قرى وبلدات الريف الغربي فيما طالب الأهالي خلال لقائهم بالمعنيين في المحافظة بالعودة السريعة لقراهم وبلداتهم كون معظمهم يمتلك أراضي زراعية تحتاج لمتابعة العمل والسقايا من قرية الدعمة البوحمد الله يحيي الجيش العرب السوري و الله يحيي الصمود و الله ينعن داعش نحن من البوحمد نحن معكم و نحن بالبيوت صنعين معكم بس ما يقدر نحجي معهم و دولون بس يزل علينا تحيقصون رقابنا و تلبحهم شي عشر شباب من الجرية نقحوهم على حد نهر الفرات يا رجل بس ما نقدر نحن معنا قوة نحن عساكر بسوريا موجودين كل ياتهم من الدير لمنتزل القنيطرة كل عساكر موجودين في سوريا كما تم توزيع مواد غذائية و طبية و مكملات غذائية و حليب للأطفال و قام الفريق الطبي بفرع الهلال الأحمر بنقل المرضى إلى المشافي و إجراء إسعافات أولية لمن يحتاج منهم قمنا بتوزيع حصة غذائية من مواد متنوعة و أيضا سيتم إرسال غدا من فريق طبي من أجل لقاح الأطفال إضافة للأدوية الضرورية و هناك بعض الحالات سيتم نقرم بسيارات هلال الأحمر استمعنا إلى مجموعة من المشاكل والهموم و سوف نتدارسها مع رفيقنا المحافظ و الأجهزة المختصة و إيجاد الحلول بأسرع وقاته إن شاء الله نحن نحاول نفعل ناحية التبني لأنه كانت تحصي تربى مسلحين و اليوم بعودها رح بعثنا نحن مدير ناحية له و رح نبعث دورية شرطة بأمر الضابط للمساعدة في معالجة أمور هؤلاء المواطنين و عبدتهم إلى منازلهم بأقرب وقت ممكن قمنا بالاستجابة السريعة للمواطنين قدمنا لهم الخدمات الإنسانية والإغاثية من المواد الغذائية والصحية والطبية بدأنا بالعمل في 36 قرية تبدأ من دير الزور بداية دير الزور لنهاية الريف الرقة و نستجيب لأي طارق خلال 24 ساعة إن شاء الله عودة أهالي دير الزور إلى ديارهم هو المسعى الحكومي بعد تحرير المناطق من قضة الإرهاب إضافة لتأمين احتياجاتهم وإعادة تأهيد أريافهم لتعود الحياته إلى كامل مناطق دير الزور المحررة نصعب بلعيش التلفزيون العربي السوري دير الزور ضمن سعي الحكومة لتأمين الكهرباء لدير الزور تعمل وزارة الكهرباء حاليا على تأمين التغذية الكهربائية من خلال إعادة تشغيل خط 400 كيلو فولت الممتد من حمص إلى تدمر ثم إلى المحافظة بالتوازم عمل الورشات من أجل إعادة تأهيل محطات التحويل وكل مكونات المنظومة الكهربائية بدأت ورشات المؤسسة العامة لتشغيل الكهرباء بدير الزور بعملها لإعادة تأهيل المولدات الكهربائية والأعمدة ومحطات النقل ضمن المناطق المحررة حيث تم إعادة توصيل الأكبال داخل أحياء المدينة بالإمكانيات المتوفرة لدى مؤسسة الكهرباء بدير الزور عم نشتغل أحاليا الشبكات والتوتر كل الخطوط التوتر متقطعة نحاول نوصلها على الماتجين المواد من الشام فبقى نحن قام نعمل أساتي كل شيء مقطع كل شيء هاي عم نشتغل الورشات بثث ثلاث ورشات تشتغل حاليا بثث روافع مع الورشات كلية كاملة نطلع من الصباح نشتغل كل شيء مقطع كل شيء هاي يشتغل معنا نشغله وإزا متوصيل وموصله كورشات شركة كهرباء دير الزور برشات العمل بشد شبكات التوتر المتوسط مع شبكات التوتر المنخفض وعملنا مستمر من الصباح حتى المساء يوميا محطة تحويل الإذاعة بقرية البغالية عثبها الإرهاب فسادا وسرقة وتحتاج لجهد كبير وتجهيزات جديدة لوضعها في الخدمة تعرضت المحطة أضرار كبيرة جدا من قبل المجموعات الإرهابية ورشاتنا به الوقت هذا تقوم باللي تقدر عليه بإصلاح وتأهيل القواطع وبعض المحاولات وجاهزين الورشات بكل الطاقات إنه تشتغل مشان تأمن الكهرباء للمواطن نسبة العمل اللي أنجزناها يعني جيدة بالنسبة للإمكانيات المتوفرة بين إيدنا نحن طبعا بحاجة عدد من محاولات الاستطاعة زائد محاولات التيار والتوتر عودت الكهرباء إلى دير الزور بعد غياب لأكثر من ثلاثة أعوام تحتاج إلى مضاعفة الجهود وتأمين مستلزمات العمل كافة لإعادة النور إليها وزارة الدفاع الروسية كشفت عن إقامة جسر فوق نهر الفرات بريف دير الزور لنقل المعدات العسكرية والجنود إلى الضفة الشرقية من النهر للمشاركة في العمليات العسكرية البرية للجيش العربي السوري ضد إرهابي داعش وذكر رئيس خدمة الطرق في الوزارة فلاديمير بوروفيتسيف أن الخبراء العسكريين الروس قاموا خلال أقل من يومين لبناء الجسر على بعد كيلومترات من مدينة دير الزور لنقل المعدات العسكرية والجنود إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات وبيّن المسؤول الروسي أن طول الجسر يبلغ مائتين وعشرة أمتار ومن الممكن أن تمر عبره ثمانية ألاف عربة يوميا بما فيها المدرعات الثقيلة والدبابات ومركبات المشات القتالية والمنظومات الصاروخية مشيرا إلى أنه سيستخدم أيضا لإخلاء الجرحى وإيصاد المساعدات الإنسانية إلى القرى التي يستعيد الجيش السوري السيطرة عليها وصلت طائرات التحالف الأمريكي سلسلة اعتداءتها على المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم حيث شنت غارات على محافظة الحسكة راح ضحيتها تسعة مدنيين مصادر أهلية وإعلامية أفادت بأن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابية شنت غارات على بلدة مركدة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب مدينة الحسكة ما تسبب باستشهاد ثلاثة مدنيين بينهم امرأتان إضافة إلى أسرة عراقية مؤلفة من ستة أفراد نزحت في وقت سابق من الموصل هاربا من اعتداءات إرهابي داعش وقصف التحالف وأشارت المصادر إلى أن طائرات حربية تابعة للتحالف الأمريكي أغارت على قرى في أقصر في الحسكة الشرقية قرب الحدود مع العراق تسببت بوقوع أضرار مادية كبيرة في منازل الأهالي وأملاكهم جددت وزارة دفاع الروسية تأكيد أن الغارات الجوية ضد مواقع الإرهابيين في سوريا يتم تنفيذها بناء على معلومات دقيقة متقاطعة من مصادر عدة نافية التقارير المتداولة أمس عن قصف أحياء سكانية في إدلب المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف قال أن الطيران الحربي الروسي قصف أمس عشرة مواقع للإرهابيين في محافظة إدلب بعد طلعات استطلاعية وجمع معلومات من مصادر عدة وأشار كوناشينكوف إلى أن الأهداف التي تم تدميرها هي قواعد تحت الأرض للإرهابيين ومستودعات ذخيرة ومدرعات ومنظومات قاذفات صواريخ وويراشون لتجهيز سيارات مفخخة جميعها تقع بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى أن الطيران الروسي لم يقصف مناطق سكانية في إدلب وأن تقارير المرصد المستندة إلى شهود عيان ليس لها أساس من الصحة وتقدم تغطية لجرائم الإرهابيين من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي انضمت إليها في إطار المصالحات المحلية تمت اليوم تسوية أوضاع العشرات في قرية دير الفراديس بريف حماء الجنوبي دير الفراديس قرية تقع في الريف الجنوبي لمحافظة حماء أدرك أبناؤها المغرر بهم الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية المسلحة أن سوريا هي الأم الأحن وأن حضن الوطن هو الأرحم مما دفعهم للعودة إلى قريتهم وقد قامت الجهات المختصة ولجان المصالحة الوطنية وممثلون عن مركز المصالحة الروسي بإجراء تسوية شاملة لهم للعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية هذه التسوية هي حالة خاصة لأنه كان هناك ثقة أن أبناء دير الفرديس سيعودوا إلى وطنهم وأشار أبناء القرية أنهم تعرضوا للذل والمهانة والتجويع من قبل المسلحين مؤكدين أن العودة إلى رحاب الوطن هو طوق النجاة كنت مسلحة طلعت من هنا رحت عارب نوسي شلت السلح ضلت معهم شتزقت الشهور بعدين جابونا هنا على السواتير يعني الشواليون السلح غصب أبقى كنت قاتلوا قاتلوا الجيش من الحقيقة شلنا السلح ضلت معهم شتزقت الشهور بعدين صوابت أقلت إصابة بيكسي بجري بعدين يعني رحت على المشفى ما على جوني ولا خارسي ما اهتموا فيني خارسي كيف قدرت تمرق له حاولنا كتير نجي ويكي حتى خطعنا قريب البحر الجرديسي دفعنا 200 دولار دمنا نجيين على جرديسي ومن جرديسي قريب دي الفرديس قصة تجارة يعني بخلوك تمرق أذا بتدفع بخلوك أعطينا 200 دولار والله معاك هيك تجارة كله تجارة والله كتير تصلوا فيني عشان يجيوا بس ما في طريق لهم بده دفع بده دفع بده مصاري كل واحد بده هلقا بدنا طبيعا 400 دولار هو بارد 400 دولار حتى يخله الشخص يمرق لهون على مناطق الجيش من الرستان لجرديسي بعد معاناة تقريبا سنة ونص قدرنا نحصل هدون ونجيبون ونرجعون للقرية ومعاناة ما بتعرف قديش يعني أكيد الشباب حكوا له قبل ما نحكي أنه يعني وصلنا حتى دفع 200 وهلق اسمعت 400 دولار حتى يقدروا يقطعون من طرف البحر للطرف الثاني فالحمد لله بالعالمين نقدرنا نخلص هدون ونقطعون والشباب اللي موجودين جوا يعني بانتظار كمان نحن نقدر يعني نساعدهم ونرجعون أكد شباب القرية المسوى وضعهم وأهالي القرية على العموم أن الجيش العربي السوري كان لهم السند والضامن وأنهم مستعدون للالتحاق بتشكيلات الجيش العربي السوري مشيدين بالخدمات التي تقدمها الحكومة لهم المدرسي والكهرباء وكل شي شغال تمام يعني ما بي شي خالص نهائيا ناقصنا بالنسبة للخدمة من المي للكهرباء للخبز لكل شي جاء بلدكم ووطنكم والضيعة هاي لنا وكله موجود فيها وكله بخير الحمد لله رب العالمي والله يصلح الأمور كله عند الجميع يا رب ما في الواحد بعد بلده ماشي بعد بلده كتير مبسوطين مبسوطين والله مبسوطين وما شبنا غير كل الخير من الجيش داخل ربهم الله يحميكم حميهم طيب حفيا لنا لسا أكيد أولاد وأخوة وقريبين بالمقلب التاني بعد النهر شو ما نقول لهم بعد سبع سنوات من عمر الأزمة في سوريا يدرك السوريون بما فيهم المسلحون أن المؤامرة على بلدهم أوشكت على نهايتها وقطار المصالحات الوطنية قد وضع على السكة في محافظة حمى فلن تكون قرية دير الفراديس الأخيرة حبيب كاروم من قرية دير الفراديس من الريف الجنوبي لمحافظة حمى